بسيرة حافلة وقرارات حاسمة حلف أمامها العديد القسم بالولاء وأدارت على مدار عقود للمملكة المتحدة ودولاً أخرى وجدت نفسها في مصاف الزعماء والملوك والقادة منذ أن كان عمرها 25 عاماً عاصرت أغلب أحداث العالم الكبرى ولعبت دوراً مهماً في أحداث أخرى أمسكت بزمام أمور التركة الكبيرة التي ورستها عن أبيها جورج السادس فحفظتها على مدار أكثر من 70 عاماً إنها الملكة إليزابيس الثانية تحولت الملكة إليزابيس الثانية إلى أيقونة الإمبراطورية البريطانية متشعبة الأطراف فهناك أجيال كاملة لم تر غيرها على عرش المملكة المتحدة وأصبح ظهورها حتى وإن قل رمزاً للمملكة البريطانية فعلاقاتها بالشعب البريطاني متأصلة واستجاباتها الفورية لمطالبهم كانت دائماً السبب في توجيه الدعم للأسرة المالكة في كل وقت ستة عشر رئيساً للحكومة في تاريخ بريطانيا وقفوا أمام الملكة إليزابيس الثانية ليحصلوا على موافقتها بتوليهم الحكومة بداية من تشيرشيل أول رئيس وزراء في عهد إليزابيس في خمسينيات القرن الماضي وحتى ليزيستراس في عام 2022 لتؤكد أنها الملكة الأهم والأبرز في تاريخ المملكة المتحدة وتعد الملكة إليزابيس الثانية أطول ملوك بريطانيا عمراً وأطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش بعد تخطيها فترة الستة عقود التي حكمت فيها جدة جدها الملكة فيكتوريا البلاد وبخلاف ظهورها الرسمي المعتاد والتقليدي هناك جوانب أخرى في مسيرة الملكة إليزابيس حيث أجرت أول بس إذاعي لها وهي في الرابعة عشرة من عمرها من خلال ساعة الأطفال على قناة البي بي سي مخاطبة للأطفال الآخرين الذين تم إجلاؤهم من المدن خلال الحرب العالمية الثانية كما أن أول ظهور منفرد لها كان في السادسة عشرة من عمرها بعدما قامت بالزيارة فرقة المشاب الجيش البريطاني وحين وصل عمرها إلى سمانية عشر عاماً تغيرت القوانين لتمكنها من العمل كواحدة من خمسة مستشارين للدولة في حال عجز والدها أو وجوده خارج البلاد تزوجت الملكة إليزابيس من الأمير فليب في نوفمبر من عام 1947 وأنجبت أول مولودها الأمير شارليز في نوفمبر من عام 1948 ثم أنجبت ساني مولود لها الأمير آن في عام 1950 ثم الأمير آندرو والأمير إدوارد ورغم طول فترة الحكم إلا أن الملكة إليزابيس لم تفقد شعبيتها القوية وسط الشعب البريطاني الذي يؤيد بشدة العائلة المالكة لترحل عن عالمنا في الثامن من سبتمبر من عام 2022 بعد مسيرة طويلة من العطاء لم يقدمها ملك آخر في تاريخ بريطانيا